السلام عليكم اهلا بكم في قناة نوتلا وفانيلا معاكم شايماء والنهار دا هعمل معاكم وصفة حلوة قوي وسهلة جدا هنعمل سنايب بطاطس بالفراخ بس بطريقة مختلفة شوية وبطريقة صحية تعالوا نشوف المقدير بتاعتنا سوا اول حاجة عندي الخضار بطاطس وجزر تماطم بصل يكونوا متقطعين مكعبات كده وده قرنفلفل للي حابب وعندي بقى البهارات بابريكا كاري زعتر فلفل اسويت شطة وتوم بودر وعندي اعشاب زعتر وروزماري وكمان عندي ملح وكمو اول حاجة هنعملها ان احنا هنجيب بصدور فراخ نكون مقطعينها مكعبات كبيرة وننصر عليها نص لامونة ومعلقة من بشر البرتقون ممكن نستبدله ببشر لامون ونقلب كويس جدا ونحط عليهم رشة من الفلفل الاسود اهم حاجة نتأكد ان الفراخ بتاعتنا نضيفة وما فيهاش اي راحة زفارة علشان ما يقصرش على طعم الخضور دلوقتي بقى هنضيف الخضار كله اللي احنا قطعناه هنضيفه على الفراخ بتاعت وهنبتدي بقى نضيف البهارات اللي انا قلتلكو عليها شوية كده ونقلبه شوية ونقلب تاني علشان نتأكد ان الخضار كله التبل ما يبقاش جزء التبل وجزء لأ هنقلبه كويس جدا وبعد كده هنضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت وبعد كده هنجيب بقى صنية علشان نضيف فيها الخضار ده كله مش هنحط مية مش هنحط صلصة مش هنحط اي حاجة هو هيستوي لوحده وهيبقى طعمه خطير دلوقتي بقى هنجيب فايل ونقفل الصنية بتاعتنا كويس جدا علشان عايزين البخار بقى هو اللي يسوي الخضار بتاعنا ده هينزل ميته وهيستوي ان شاء الله هنقفل بقى الفايل كويس جدا وندخله الفرن على درجة حرارة مية وستين لمدة ربع ساعة وبعد كده نفتح نبص عليه بصوا بقى دلوقتي شايفين المية اللي نزلت من الخضار الخضار ما نشيفش خالص ولا اي حاجة هنسيبه بقى يكمل تسويته تاني هنرجع عليه الفايل ونسيبه انا بس قلت اوريهو لكم ودلوقتي هنعمل الرز عندي معلقة كبيرة من السامنة وكوباية من الشعرية هنفضل بقى نقلب الشعرية بتاعتنا كده لحد ما تاخد لون دهبي كده جميل كده لسه محتاجة شوية محتاجة ان هي تاخد لون اغمق من كده شوية وعندي كوباية ونص من الرز هنضيفهم بقى عليها شايفين كده اخدت لون حلوة قوي خلاص بقى هنضيف الرز بتاعنا ونكون مسخنين مية في الكتل او على البراد علشان الرز بتاعنا ما يعجنش لما ننزل عليه مية ساعة لازم ياخد مية سخنة دلوقتي بقى هنضيف معلقة الملح ونقلب وبعد كده نكون مجاهزين المية السخنة نفس كمية الرز هنضيف عليها كمية المية يعني عندي كباية ونص رز هنضيف كباية ونص مية ونعمل حسابنا برضو في الشعرية يعني نزود ربع كباية كمان ونقلب بقى ونصيبه يغلي شايفين الرز لازم يكون بيغلي كده ونصيبه بقى يغلي وبعد اما يتشرب المية دي هنوتي عليه خالص خالص كده هنغتي عليه وبصوا كده بعد اما تشرب المية بتاعته هنوتي عليه بقى ونصيبه عشر دقيق بالزبط هنا خلاص البطاطس بتاعتي تلعت اهي مستوية وكله تمام هنفتح عليها بس الشوية عشر دقيق وتكون جاهزة معين وبس كده بتمنى تكون الوصفة عجبتك وتكونوا استفدتوا من الفيديو ولو حبة صغيرين اشوفكم في فيديوهات تانية بوصفات احلى واحلى ولو اعجبكو الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وبحبكو جدا جدا